السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديوات على لعب التي نقدمه مرحبا بكم محبي وعشيق لعبة سنعي الأسطورية في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الفعاليات القديمة والتي قلنا أنه لن يكون فيهاتني جائزة كبرى وكذلك في نهاية الفيديو سوف يكون خاص متخصص لنقول حصادة فعالية السماوية في أسبوع الأول وفي طبعة الحال كما تعلم صديقي يبقى فقط أسبوع واحد عن انتهاء الفعالية السماوية إذن أصدقائي هنا ننتظر نحن اللاعبين أن يكون هناك اثنين من التحديثات الكبرى بين قوسين التحديث الكبير الأول سوف يأتي لنقول بعد أيام لربما يكون تحديث معلن عنه أي اللعبة تقوم بالإعلان عنه وتطالب اللاعبين بالتحديث هذا التحديث سوف يكون فيه التنانين القديمة الجديدة والتي فيها عناصر جديدة لنقوله لتشكيلات التنانين جديدة بما فيها شقيق بكرة ومجموعة وبالدبط على حسب ما أظن وأعتقد سوف تكون من ثلاثة إلى أربع تنانين قديمة سوف يتم إضافتها إلى اللعبة حديثا بما فيها تنين الجائزة الكبرى والتي على حسب ما شاهدنا سوف يكون عناصره أرض وكذلك لنقول نار وكذلك قادم هذا بالنسبة للتنانين كذلك التحديث الجديد سوف يضيف لنقول شاشة توقف جديدة أو لنقول شاشة بداية جديدة عندما نفتح اللعبة تظهر لنا شاشة حال ما زالت شاشة خاصة بالفعالية السابقة سوف تظهر شاشة جديدة لربما تحمل معها لنقول التنانين القديمة هذا ما تعودنا من اللعبة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات وغير من هذه الأمور كما قلت قبل قليل هذا الإصلاح لربما تعلن عنه اللعبة وتقول أن هناك تحديث وتطالب اللاعبين بالتحديث ولا ربما يكون تحديث الصامت ماذا يعني بالتحديث الصامت؟ أنه اللعبة القائمة سوف تقوم بتحديث نفسها وسوف تضيف لنقول الملفات الجديدة وكذلك سوف تضيف البيانات بدون أن يعلم اللعب بذلك ما الفرق بين التحديث المعلن عنه والتحديث الصامت؟ التحديث المعلن عنه تعلن اللعبة عن ما قامت بتغييره مثلا إصلاحات ميزات جديدة تحسين ميزات موجودة والإعلان عن التنانين الجديدة التي تم إضافتها التحديث الصامت هو تقريبا كل أسبوع اللعبة تخدع إلى تحديث صامت سواء لحتى ذلك صديقي أو لم تلاحظه اكتشفت ذلك أو لم تكتشفه أي لعبة مهما كانت دائما تخدع إلى تحديثات صامتة الهدف من هذه التحديثات هو إصلاح لنقول ميزات خفيفة لا تحتاج أن تتأخر إصلاح أشياء معينة إضافة ميزات خفيفة جدا وكذلك لنقول التعديل على بيانات موجودة بالفعل هذه التحديثات كل التطبيقات وكل الألعاب تخدع لها وبما أن لعبتها أسطوريها لعبة أونلاين فهي تخدع بدورها لهذه التحديثات هذا هو التحديث هناك تحديث قبل نهاية العام سوف يقوم في اعتقاد التحديث خصوصا إذا صدق لنقول الخبر الذي يقول أن اللعبة ستحل مشكلة المساكن ولو جزئيا إما بإضافة جزر جديدة يتم شراؤها ليس بالمال ولكن بالذهب لأنه لا يمكن إضافة جزر أخرى تشترى بالمال أو بالشحن لأن هناك بالفعل إثنين من الجزر تم إضافتها وآخر إثنين من الجزر التي تم إضافتها هي جزر لن تستطيع الحصول عليها إلا بالشحن لهذا لا يعقل على الإطلاق أن تكون هناك جزر أخرى يتم إضافتها بالشحن هنا لابد من إضافة جزيرة يمكن لللاعبين شرائها إما بالجواهر وإما بالذهب الموجود في اللعبة وفي اعتقادي أنه غالب غالبا ستكون الجزيرة الجديدة متاحة بالجواهر يعني كما هناك لنقول تنانين تشارب بالجواهر ويتنين الزعماء سيدة تذاكر مانح القطع حارس المفتاح تجير المخلفات هذه التنانين تشترى مقابل خمسة آلاف جواهر لربما صديقي يكون هناك لنقول نفس الفكرة تتبق على الجزر وتشترى بالجواهر الآن هذه الجزر التي إذا تم إضافتها وتشترى بالجواهر هل ذلك جيد أو سيء بالنسبة لي ذلك جيد اللهم لنقول جزيرة يتم إضافتها ونستطيع شراؤها بالجواهر حتى لو كان لنقول طريقة الشراء الصعبة ولا أن نفضل الآن حبيسين مكاننا ولا نستطيع الحصول على التنانين جديدة ورميها في الجزر إنما لابد أن ترمى لنقول في السرد مثل سلة القمامة وبالتالي لن نستفيد من هذه لنقول الشيء هذا يضر الشاركة نفسها كيف يضر الشاركة نفسها هنا بطبعها سديقي تشاهد تقدمي وهنا سجلت الفيديو يوم الجمعة مساءل كما قلت هذا يضر الشاركة نفسها لأنه أنا لك لاعب إذا حصلت على التنانين جديدة ولم أستطع وضعها في المساكن رح أخذها من قصرها وأرى ما رح ألعب الفعالية لأنه حتى لو حصلت على التنانين الجديدة لن أستطيع وضعها في المساكن وبالتالي لا فائدة من لاعبي وبالتالي هذا يؤثر على اللعبة ويؤثر على جمهور اللاعبين لهذا الشركة مطالبة بإيجاد حل هذه المشكلة بالإسمة الفعالية تلقى على صديقي كما تشاهدون لحزن الحد وصلت لهذا المستوى مستوى ما قبل الأخير لكن للأسف لم أستطع الوصول إلى المفتاح لعبت طبعا وجدت مجموعة من المعارك للأسف لم أستطع خودها معارك كما تحدثنا في حلقة لنقول الخاصة بالمستوىات وجدت فيها كما تشاهدون للأسف وجدت فيها عناصر غير موجود لدي تناني مطورة بتلك العناصر لهذا لنقول صرف صندوق وقمت باللعب وفي جامعة الأحوال بالنسبة للشبكة هذه المرأة أو بالنسبة للقلعة هذه المرأة على الأقل بالنسبة لك عمر القلعة تحصل حاصل لأنه أنوبيس موجود لديный يوم مكرر وهو الموجود في القلعة كذلك التنين الملحمي سوف أستطيع بإذن الله الحصول عليه فقط بالوصول إلى المستوى السادس فقط بالوصول إلى المستوى السادس والحصول على المفتاح سوف أستطيع الحصول عليه لهذا بالنسبة للقلعة تبقى تحصل حاصل الآن بالنسبة للفعالية البداية أصدقائي ما زال هناك حوالي 6 أيام حتى تنتهي أو أسبوع حتى تنتهي الفعالية البداية وبالنسبة للمفاتيح هذا الذي تشاهده الآن طبعا هناك تأخر لنقول في اللعب هذا لأن للأسف الفعالية البدائية هذه المرة كانت أصعب من السابق لأنه للأسف تم وضع تنين ملحمي بدلا من تنين لنقول بداي مكرر وبالتالي سوف يكون اللعب سعيد الآن بالنسبة لي هالية جيدة وسية بالنسبة لي لا يوجد فارق لأنه خلاص حصلت على التنين الذي أريده وهو التنين بداي جديد لكن في جميع الأحوال الصديقي وبالتالي سوف نصمر في اللعب لو حصلت على التنين جديد بداي آخر جيد لا أحصل عليه استمتعت بلاعبي لأنه لا ننسى أنه الفعالية البداية إذن تمنحونها موارد إذن هنا تحدثنا عن هذه الأشياء طيب هنا بالنسبة للتحديثات القادمة بالنسبة وموضوع الحلقة وهو لنقول التنين بالنسبة للتنين القادمة أصدقائي لا يوجد تنين جائزة كبرى مثلما تعودنا على الشقيق لنقول بهاجر وهو ياجر وكذلك عودة الأصول القادمة هذا لن يتوجد في هذه الفعاليات على حسب ما فهمنا طيب هل هذا جيد أو سيء بالنسبة لك عمر هذا ليس جيد هذا فوق الممتاز لماذا فوق الممتاز؟ لأنه عندما يكون التنين قديم عادي كجائزة كبرى هذا يعني أولا أن التنين سوف يعود في فعاليات أخرى ولن يعود لنقول بالشهر لأنه مثلا يجير شقيق بهاجر سوف يعود نعم ولكن لا تحلم بأن يعود بطريقة سهلة أو يعود لنقول بطريقة عادية ولن سوف يعود في المتجر هذا قولا واحدا عندما يقول التنين القديم لنقول الجائزة الكبرى التنين عادي هذا يتيح لك الفرصة حتى تستطيع التركيز على أي تنين آخر تريده ضمن الفعاليات على سبيل المثال ودائما أقول إن صدق الخبر هناك إيكيز هناك فالقوف هناك موموتو هناك حفلة من التنين الرائعة جدا والتي يمكن للكثير من اللاعبين الذين يحصل عليها خصوصا لللاعبين الذين كانوا يتمنون عودة نزها ونزها بطبيعة الحال صعب جدا إذن هنا بما أنه كنتم تتمنون عودة نزها فإن موموتو عاد وموموتو يكفيك عن نزها قولا واحدا تحتاج معاولة تنين لنقول إما أصل وإما تنين سماوي قوي تستطيع فعلها إذن هنا بما أنه الجائزة الكبرى في الفعالية القديمة القادمة ليس تنين لنقول أصل أو شقيق أصل أو تنين لنقول صعب جدا هنا سنركز على ما نريده بالنسبة لي يعني كاقتراحات سوف أحاول الحصول على فالكوف وكذلك سوف أحاول الحصول على إيكيس هذا الإثنين سوف أحاول الحصول عليهم بطبيعة الحال إذا ركزت عليهم بطبيعة الحال إذا ركزت عليهم فإنه لن أستطيع لنقول الحصول على الجائزة الكبرى ولكن لا مشكلة في ذلك لأنه في النهاية في النهاية الجائزة الكبرى هو تنين عادي حتى لو لنقول حصلت عليه فلن أستخدمه بخلاف ذلك فإن تنين إيكيس وكذلك تنين فالكوف تنين لها قيمة معنوية داخل اللعبة حاولت معه وللأسف لم تستطع الحصول عليه وسوف أعيد للأسف من نشر فيديو كنت أحاول الحصول عليه لأن إيكيس ظهر في البداية في فعالية أصلا النار وقتها لم أكن متواجدة في اللعبة كنت غائباwards عليها وأعيد في حرب التفقيس ولما استطع الحصول عليه كثير من أصدقاء استطع الحصول عليه وأعيد أكثر بمرة ولكن كن في كل مرة لما استطع الحصول عليه بالنسبة لتنعي فالكوف لنقول لدي قطع قليل جدا منه وبطبعة الحال تنين مثل هذا لابد من الحصول عليه وضمه إلى مجموعاته ما يساعدني في ذلك أن الجائزة الكبرى كما قلت ليس تنين أصلا أو شقيق أصل هذا سوف يساعدني على اختيار التنني التي أريدها أولا ثانيا على اللعب بالطريقة التي أرتاح لها هذا بالنسبة للفعالية القادمة القادمة بالنسبة للفعالية السماوية الحالية صديقي كما تشاهد هذا ما لنقول قمت بفتحه من البطاقات كما شاهدت يعني مجموعة كبيرة من البطاقات سفوق المئة بطاقة بالنسبة لعدد قطعة السنانية التي استطعت الحصول عليها شاهد هنا خلاص لم نحصل على قطعة سوف نقوم لنقل بالعودة إلى البداية ثم شاهد هذه لنقل هي قطعة السنانية بالنسبة للسنانية كما تشاهدون إزيس ربما نحصل عليه وبالنسبة لإزيوس سوف يكرر بإذن الله إلى هنا حلقة صديقي تصل إلى نهايتها وكانت حلقة عبارة عن دردشح لما هو قادر في لعبة السنانية الأسطورية المزيد الكثير من الحمس قادم أصدقائي فقط استعدوا اجمعوا الطعام اجمعوا لنقل الجواهر اجمعوا الذهب سوف تحتاجونهم بكل تأكيد في الفعالية القادمة كذلك اجمعوا أحجار الطاقة القتال حاولوا إرسال طلبة لنقل الهدايا واستقبلوا الهدايا هذا سوف يساعدكم في جمع أحجار الطاقة الخاصة بالقتال سوف تحتاجونها في لوحة النرد في الفعالية القادمة القادمة أتمنى لك أقول للتوفيق صديقي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو